لم تجد قوى العملية السياسية بدا من توجيه حشدها وحملتها للاستحواذ على مقاعد مجالس المحافظات عبر الضغط على الأجهزة الأمنية المتمثلة بالجيش والشرطة وميليشيا الحشد للمشاركة بالاقتراع على خلفية الدعوات الشعبية لمقاطعة هذه الانتخابات التي ستكون بوابة لترسيخ الأحزاب جذورها داخل السلطة نحو مليون ونصف المليون منتسب للقوات الأمنية ممن يسمح لهم بالتصويت شارك منهم في الاقتراع الخاص نحو خمسين بالمئة بحسب إحصائية مفوضية الانتخابات رغم خلو بعض المراكز من أي ناخب بعض هؤلاء تعرض للتهديد بتحويله لمجالس تحقيقية حال عدم مشاركته وهو ما أقر به قائد شرطة صلاح الدين مؤكداً وجود أوامر عليا من وزارة الداخلية بتوجيه جميع المنتسبين لذهاب إلى التصويت وإلا فإن الممتنع فيهم ستوجه له جريمة الغياب مبرراً ذلك بأنه محاولة للتشجيع على ممارسة ما سمه بالعملية الديمقراطية كما أظهرت أثيقة متداولة برقية صادرة عن وزارة الداخلية تطالب مديرية أحوال الرصافة تزويدها بأسماء الذين لم يصوتوا في الاقتراع وهو ما اعتبر ترهيباً وظيفياً المجالس التي وصفها نشطو تشرين بأنها أوكار للفساد جرى حلها بضغط من التظاهرات عام 2019 لكن حكومة الإطار التنسيقي أعادت العمل بها لكونها بوابة أخرى للاستحواذ على مقدرات أثروات العراق والحفاظ على عملية سياسية تؤمن لهم مكاسب مادية جمع كما قال آمر اللواء الثالث في ميليشيا الحشد ثامر إسماعيل المكنى بأبي تراب هذا نظام سياسي نريد نحافظ عليه احنا أكثر الناس نضررنا بسبيل الحفاظ على هذا النظام السياسي فهذا النظام يهمنا ندافع عنه ومهما ستكون النتائج مع عطل 75% من أجهزة تسريع النتائج فإن مجالس المحافظات ليست سوى تخبط انتخابي يقوض أي آفاق للتغيير والإصلاح من الداخل بحسب معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى